موسيقى تواصلا مع الفيديو الذي سبق هذا الفيديو مباشرة وكان عن سبب عدم انتشار الموسيقى والأغاني المغاربية في بلدان الوطن العربي وتحديدا البلدان المشرقية أو في شرق الوطن العربي كما هو حاصل مع الموسيقى المشارقية أو المشرقية العربية رغم عظمة تلك الموسيقى المغاربية وعظمة الأصوات وفنانيها والذي شاف الفيديو السابق حقيقة ربما أخذ فكرة عن أنه كيف نحاول أن نجد ما هو السبب أو ما هو الشيء الذي منع من انتشار هذه الأغنية في كل أنحاء الوطن العربي وخاصة في الجهة الشرقية من الوطن العربي وبالمناسبة لأنه قريبا من تاريخ هذا الفيديو وتحديدا خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر من هذه السنة 2020 أقيم مهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرون وضمن فعالياته كان مؤتمر علمي حمل عنوان مستقبل الموسيقى العربية ما بعد الأزمة أي أزمة هذا الوباء أزمة كورونا أي أنه هناك 29 مؤتمرا للموسيقى العربية وهذا الحقيقة أعادني إلى أول مؤتمر للموسيقى العربية اللي انعقت في القاهرة عام 1932 واللي ضم موسيقيين من مصر والشام والعراق وتركيا وبعض المندوبين المتخصصين من أوروبا ودارت بحوث هذا المؤتمر أي المؤتمر الأول عام 1932 حول السلالم الموسيقى العربية وعلاقتها بالسلالم الموسيقى الغربية وكذلك الإيقاعات وعن طرق تدريس الموسيقى وتاريخها لأنه الموسيقيين في ذلك الوقت أرادوا أن يدرسوا هذه الموسيقى اللي تطورت على أيدي موسيقيين معروفين في ذلك التاريخ اللي أخرجوها من الرتابة التي كانت فيها وأدخلوا أنماطا جديدة فيها فكانوا يبحثون عن طرق لتدريسها وتدريس تاريخها وحسب الانطباعات القرائية بالنسبة لي على الأقل فإن نتائج المؤتمر كانت مقبولة ومفيدة إلى حد كبير خاصة في ذلك الزمن وكأول مؤتمر للموسيقى العربية وتكرر اتباعا سنة تقريبا بعد سنة تلك المؤتمرات إلى آخر مؤتمر اللي تحدثنا عنه اللي هو في هذه السنة سنة 2020 لكن في الحقيقة كثرة المؤتمرات هذه أنا أرى شخصيا اليوم مع هذا التطور وهذا الانفتاح وهذا التقدم في كل شيء ووسائل التواصل الاجتماعي وسهولة وسائل الاتصال بين الدول وبين الأشخاص منفردين وجماعة أرى أنه لا نتائج تذكر لتلك المؤتمرات عدا من إشكالية المواضيع المطروحة فإن النتائج لا نعرفها ولا نلمسها في موسيقانا وأغانينا على أرض الواقع يعني يطرحون بحوث وفيها إشكاليات ويتكلمون لكن تطبيق يكاد يكون غير موجود كحالة مؤتمر فيه توصيات وفيه نتائج يخرج بها إلى الساحة الفنية بشكل عام فمثلا لا دراسات تقدم عن تحديد هوية الموسيقى العربية وهل تمثلها دولة أو دولتين أو ثلاث دول فقط أو ربما أربعة وأين باقي الألوان الغنائية وما دور هذه المؤتمرات وتوصياتها في نشر وتعميم تلك الألوان كالمغاربية واليمنية والسودانية مثلا طبعا أنا متأكد أن هناك بحوث قدمت تتكلم بشكل خجول عن تلك الأمور وربما هناك فنانين ومشاركين في تلك المؤتمرات من الدول المغاربية أو ربما كان هناك القليل يعني من تلك البحوث وربما ليس كل سنة لكن تقرأ كأنها لملء وقت ذلك المؤتمر ثم ينصرفون إلى المهرجان وهم داعين لنفس النجوم المطربين والمطربات ليغنوا نفس الأغاني التي قد ينتقدها بعضهم لماذا؟ لأنه الجمهور عاوز كذا وطبعا أنا شخصيا لا أرى ضيرا في ذلك إذا كان ما بعد المؤتمر تنسيق بين لجنة توصيات المؤتمر إن كان هناك توصيات والجهة الحكومية أو الجهات الحكومية وخارجيات الدول والإعلام في نشر الفنون التي تحسب على الفن العربي لكنها غير موجودة وعفوا من كلمة تحسب لأنه دائما يقولون الفن الفلاني دولة عربية الفن الفلاني دولة عربية فهم يحسبوها دائما مع الدول العربية ويضعوها في نفس الخانة لكنها غير موجودة وغير معروفة لدى الجمهور العربي بشكل عام إلا ما يختص به أو الجمهور الذي يعنيه الأمر لأنهم ضمن ذلك البلد الذي يقدم تلك الفنون وطبعا لأنه لا نتائج ملموسة إذن بشكل روتيني أو بشكل اعتيادي تكون ذلك من عدم وجود توصيات في هذا الجانب ولا تنسيق لذا أنا أرى أن هذه المؤتمرات عليها أن تعيد صياغة الهدف الذي تنوي العمل به في القادم من الأيام ولا يتباك فيما بعت على أنه إذا إجدت ثقافات أخرى وأخذت أو أحد الفنانين أو مجموعة من الفنانين ذهبوا إلى ثقافات أخرى ومنحوا جزء من ثقافتهم لتلك الثقافات وبالتالي بعد سنين بدأت تمتزج تلك الثقافات نجي ونقعد ونقول هذا أصل عربي هذه الأغنية أصلها عربية هذا اللون أصل عربي لكن فلان دولة أو فلان حضارة أخذته من عندنا يا أخي أنت ما قدمت للناس أنت ما قدمت لناسك لقومك لأمتك فلا تأتي الآن وتقعد قدامي وتقول هذه الثقافة كانت لنا فأخذها فلان لأنه أنت لم تحافظ عليها ولم تنشرها ولم تقدمها للعالم بأنها جزء من ثقافتك وإنما أنت لم تسعى إلى معرفتها وتعريفها وبالتالي اضطر الآخرين إلى الذهاب إلى جهات أخرى لتحقيق ذاتهم هناك خاصة أن تلك الثقافات ربما ستقدم لتلك المواهب وتلك القابليات ولأولئك الفنانين كل الصيغ وأروع الصور اللي ممكن أن يظهر بها للعالم ويحقق ذاته وينشر ثقافته لكن من حق الثقافة التي تتبنى ذلك أن تأخذ وتتفاخر بأنها هي صاحبة الفضل بذلك فمن يجي بعدين وننادي ونقول ها قد سرقوا فننا العربي كما حدث في الكثير من الفنون والعلوم وفي كل المجالات التي أهملوها وجاءت الأمم الأخرى فأخذتها وبنت عليها وأنا أراه حالة طبيعية وحقا مشروعا فالأمم دائما تتبادل فيما بينها لكن الأمة التي تحافظ على مالها خلي أي أمة أخرى تأخذ منها لأنها ما دامت محافظة على ما عدها ستبني عليه وترتفع أكثر من أي أمة أخرى تأخذ منها سواء كان فنا أو علما أو ثقافة وما إلى ذلك من أمور العصر والحياة لكن ويل للأمة التي تهمل مالها فبالتأكيد سيحق لغيرها وحيث لا ينفع الندم فاصلوا نرجع يا أهلا ومرحبا بكم كل الهلا بكم صديقاتي وأصدقائي إلى هذا الفيديو أينما كنتم حول العالم وشكرا شكرا على التفاعل الجميل وتأكدوا تأكدوا أنه قرأت تعليق تعليق وكانت تعليقات رائعة وقسم منها كانت على صيغة عتاب وقسم منها كانت تعبير فيها قاسي لكن لا بأس الآن بعد المدخل وقبل الفاصل تكلمنا بشكل موجز ربما لا يكفي لكن على الأقل تكلمنا الآن نأتي إلى أصحاب الشأن نسأل نسأل عن الإعلام المغاربي والمؤسسات الفنية والإنتاجية الفنية والفنانين أنفسهم ألا تعتقدون أن المسألة فيها فرض أمر واقع بمعنى الجمهور سيسمع وإن لم يكن يفهم اللهجة إن كانت اللهجة هي الحجة والدليل هناك أغاني أجنبية 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 بلغة ثانية وليست لهجة إلا أنها انتشرت وأثرت ووصل تأثيرها إلى حد غنائها بلغات البلدان التي انتشرت بها البعض من الأصدقاء والأخوة الأحبة والصديقات والأخوات علق على الفيديو السابق متفقا مع الرأي الذي يقول أن هناك معادات للفن المغاربي وكان دليله الذي استند إليه برنامج The Voice الذي بالحقيقة رغم أن هناك فائزين عبر نسخ برنامج The Voice السابقات من المغاربة إلا أنه البرنامج ليس قياس الانتشار ونجاح أو فشل أو انحسار والدليل هناك أغاني مثل مرسول الحب دي الدواة عايشة انت معلم وأخريات كثيرات انتشرت وما زالت تغنى من قبل فنانين مشارقة وطبعا الأغنية الشهيرة سيدي منصور والبعض أرجأها يعني البعض من المعلقين أرجأ ذلك السبب للاستعمار وأنه سرق كل شيء وهذا طبعا غير واقعي فالفن لا يسرق الفن موجود ومؤثر وقائم في هذه الدول الرائعة مترسخ في العادات والذين والتقاليد ومتنقل أو منتقل إلى الكروموسومات فربما تسرق ثروات ربما تسرق ذلك الفن وتذهب تبني عليه لكن الأصل ما زال موجود لا يعني سريقة الفن أنه سأنتزعه منك وانت راح تنسى وانا راح أغذى هو ليس السلعة تأخذ فالذي يأخذ يكتسبها والذي أخذت منه يفقدها هذا غير موجود في الفن إذن هذه الحجة أيضا لا أتفق فيها مع الذين قالوها وقسم قال أنه الاستعمار في الدول المشارقية غير الاستعمار في الدول المغاربية لأنه في الدول المغاربية جلب الخراب وجلب الدمار والتخلف فالاستعمار دائما استعمار لكن ما بعد الاستعمار هناك استقلال وهناك دول قائمة بذاتها وهذه الدول لها وسائلها واتصالاتها من عشرات السنين عقود وربما مئة سنة البعض الآخر قال أن المشارق منغلقين أما المغارب منفتحين أنا أرى ولنكن صريحين وجديين أرى أن إعلام المشارق أقوى وسعي الحكومات فيها لدعم الفنانين كبير جدا لجعلهم رموزا بأغانيهم لتلك البلدان والدول وبالمناسبة حتى نوضح لا يعني الحديث عن الفن المغاربي أو المشارقي أو المشرقي إظهار كل ما فيه من حديث وتراث وفلكلور وتعرفون هناك فرق بين التراث والفلكلور التراث هو ما مضى عليه مئة سنة لكنه مثلا أو خمسين سنة لكنه معروف من هو الكاتب ومن هو الملحن ومن هو المطرب أما الفلكلور فهو نتاج الشعب فولك لور أي أغنية الشعب نتاج الشعب أبر عصور طويلة يعني بدأ الشعب يتغنى بها منذ عصور قديمة وتناقل شفاها من غير أن نعرف من هو المؤلف من هو الملحن من أضاف من عدل على الكلام من زاد اللحن فهذا هو الفلكلور أنا أقصد أنه تقديم ودعم أصوات تقدم الحديث المنتمي للأصيل لأصيل ذلك البلد من الفن وإلا سؤال لماذا يتجه المغاربة لغناء المصري والخليجي مع العلم أن لديهم حقيقة ما هو واسع ربما أكثر وسعا وأكثر ثراءا لماذا؟ هل للبحث عن أنماط جديدة غنائية أو للبحث عن إيقاعات؟ يعني هل هي مثلا هذه الموسيقى ليست غنية بطبوعها وإيقاعاتها؟ وأيضا المطربين يتقنون كل اللهجات وهذا الأمر ينفع لتقريب اللهجة المغاربية لتصبح لهجة ثالثة يعني ليس شرطا أنه ندخل إلى الساحة العربية باللهجة المغاربية كانت تونسية جزائرية مغربية ليبية موريتانية باللهجة نفسها وإنما نسهل الأمور لندخل إلى هذا الجمهور المشرقي يعني كمدخل للساحة الغنائية العربية وإلا خلي أطيكم مثال مثلا يعني أنا متأكد أنتوا هسا تعرفون خذ يتكلم عن العراق تعرفون كم مطرب عراقي وهذا المطرب صار حالة جماهيرية كبيرة كم مطرب يعني وعدهم جمهور كثير هل تعتقدون أنه هو هذا الغناء العراقي؟ يعني مثلا هسا أقول لكم أنماط أنتوا قسم نعتوا أنا شخصيا نعتوني بأنك تجاهل بالموسيقى المغاربية ولا تعرف شيء طيب أنا لا أعرف شيء طيب أنتوا تعرفون الموسيقى العراقية؟ مثلا أنا لا أقارن لا أعمل الشيء بالشيء لا ولكن حتى تفهمون شنو قصدي مثلا تعرفون المقام العراقي؟ تعرفون الغناء الريفي؟ تعرفون الغناء البدوي؟ تعرفون الغناء الغربية؟ تعرفون الفرات الأوسط؟ تعرفون الغناء البصرة؟ تعرفون الغناء الخشابة؟ تعرفون الغناء الكردي؟ تعرفون الغناء الكلداني؟ الغناء التركماني الغناء البغدادي المدني الغناء الموصلي والقوريات و و و و و و أنماط لا تنتهي وهذه كلها قوالب وداخل هذه القوالب هناك أنماط وهناك أطوار لا تنتهي في العراق في كل كم كيلومتر تلقى نمط من هذه الأنماط طيب أنا اللي ما يعرف مثلا الغناء الريفي السويحلي مثلا أقول للسويحلي يقول ما أعرف أن عتب الجاهل لا المهم هناك أشخاص نقلوا الأغنية العراقية اللي هي الأغنية الحديثة لكن بداخلها تحوي تطعيما من كل هذه الألوان وقدموه للجمهور العربي هذا ما أقصد به ليس معناه أنه الجمهور العربي كله لازم يعرف كل الطبوع والإيقاعات التونسية والمغربية والجزائرية لا وإنما أغنية الجزائرية الأغنية الموريتانية الأغنية التونسية الليبية المغربية تخرج بلهجة بسيطة وبغناء حديث ويكون مطعما بتلك الإيقاعات وتلك الأنماط والطبوع والمقامات الغنائية والسلالم الخاصة بتلك البلدان هذا هو المقصود فقط وبالمناسبة أحب أشكر وأنوه إلى نقطة جدا جدا مهمة يعني نبهني إلى بعض الأصدقاء وهو قال لولي ليش محاط أنت العلم الموريتاني باعتبار موريتانيا هي أحدى تلك الدول اللي إحلدة نتكلم عنها فهذه حقيقة كانت كتنبيه رائع مشكورين عليه خلاني أرجع لليوتيوب وأسمع الأغاني الموريتانية الجميلة اللي ما كانت على بالي حقيقة سمعت أصوات رائعة ومغنين رائعين قدماء وحديثين سمعت للفنان محمد الميداح والفنانة وردة منت همدفال يعني شيء رائع ما أعرف إذا ده أنتقوا الاسم صحيح أم لا وأيضا نعمة منت الشويخ يعني شيء رائع وجميل وحقق مشاهدات يعني محققين مشاهدات عالية في اليوتيوب وهناك جمهور وأغاني رائعة وأصوات رائعة ومقامات جميلة وإيقاعات رائعة جدا شوفوا التنويه بسيط خلاني أرجع إلى اليوتيوب وخلاني نوعا ما أتعلق بأنه دائما أذهب لأسمع ما هو موجود في موريتانيا فكيف إذا كان أكو وصائل قوية تتحكم بها أو تستخدمها وسائل التواصل تستخدمها قوة فنية اقتصادية انتاجية تجارية تديرها دولة أو مؤسسات ضخمة أكيد سيصل الفن أكيد إلى كل زاوية وكل مكان يصل الفن وبسهولة لكن إذا كان أكو منهجية وترتيب وإصرار على ذلك ختاما أقول لو تسألني كم طبيبا كم سياسيا كم عالما تعرف في العراق أو اليمن أو مصر أو الخليج فربما راح أعدلك واحد اثنين أربعة خمسة لكن قل لي كم فنانا تعرف من هذه الدول فراح أقول لك ربما حزمة الأوراق هذه لن تكفي لأكتب الأسماء التي يعرفها عن الفنانين وفي الجزائر والمغرب وتونس اليوم وفي موريتانيا أيضا عرفت من الحديثين البعض البعض من هؤلاء الفنانين وسعيد بذلك لكن الساحة صعبة والناس نساية والفنان هو سفير بلده وأنتم أربطوا كل هذه الأمور مع بعض واستنتجوا كما تريدون لنا رقاء إن ألينا الله وشاء اشتركوا في القناة